الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم صحابي جليل على الرغم من هجرته إلى المدينة المنورة عام 7 هجرية وقت جزوة الخندق ومكوثه مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته في 12 من ربيع الأول عام 11 هجرية يعني الفترة الزمنية كلها أقل من 4 سنوات إلا أن كان ليه نصيب الأسد في الرواية الأحاديث الشريفة فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب من 5300 حديث رضي الله عنه وأرضاه في ناس كتير تتساءل كيف لأبي هريرة في هذه الفترة الوجيزة أنه يروي العدد الكبير من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ده لعدة أسباب حذكره لكم دلوقتي أما السبب الأول فإن أبو هريرة كان كثيرا نسيان واشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المشكلة فحدثت هذه المعجزة مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط ردائك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده والسبب الثاني المهم انقطاعه للعبادة ومصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تشغله التجارة ولا الحياة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نفسه يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد ويقولون ما بالو المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه وسأخبركم عن ذلك إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا والسبب الثالث المهم إن الإنسان اللي عارف هدفه بيوصل أسرع بكتير يروي لنا الصحابي الجليل زيد بن ثابت أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال له زيد عليك بأبي هريرة فإني بين أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو ونذكر ربنا عز وجل إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا فقال عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا ثم دع أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك بمثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين فقلنا يا رسول الله نحن نسأل الله علما لا ينسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكما بها الغلام الدوسي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السبب الرابع فكان عمره 26 سنة وقت الهجرة للمدينة منورة وده أدع للحفظ والتركيز أما السبب الخامس فلم يكن يعول إلا أمه حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن متزوجة ومعلوم أيضا للجميع أن الصحابة ثقات وعدول فكان يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه السبب السادس والأخير أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه تفرغ لنقل السنة النبوية الشريفة للصحابة والتابعين قال الإمام البخاري رحمه الله أن عدد تلاميذ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وصل 800 تلميذ والآن ما حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسين وأنزل في الأرض جزء واحد فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء اتدخر تسعة وتسين إلى يوم القيامة تخيل معي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه تخيل معي يوم يجعل الولدان شيبة تخيل معي تخيل معي وقد أوتيه بسجلات أعمالك وهي على مد البصر مليئة بالسيئات ثم تأتي بطاقة لا إله إلا الله فتطيش كل السجلات وحينها تدرك معنا ورحمتي وسعت كل شيء تخيل معي صفة الله من خلقه من أول سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام يقولون في هذا اليوم نفسي نفسي تخيل معي هذا اليوم تخيل معي هول هذا اليوم السماء تتفطر والجبال تنسف والنجوم تتساقط والبحار تحترك والناس يمشون هفاة عراطا لا ينظر أحد من الآخر من هول الموقف تخيل معي تخيل معي يوم ترى كل أمة جاثية حين يرون العذاب حينها تدرك لماذا ترى الله سبحانه وتعالى تسعا وتسعين جزءا من رحمته لهذا اليوم العظيم تخيل معي لو قلت لك أن حسابك يوم القيامة بإيد أمك أكيد حطير من الفرح ما تفرحش لأن رحمة أمك دي جزء بسيط من جزء واحد من مئة جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى فالله أرحم بعباده والله غفور رحيم بعد ما شفت يوم القيامة عندك فرصة ترجع وتتوب علشان تنول رحمة ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة ليه في الحديث الشريف ذكر الفرس ولم يذكر الإبل ببساطة لأن الفرس أسرع في خطوات من الإبل جزاكم الله خير أنا أنا حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة يريد كلنا نعمل شير للفيديو علشان تعوم الفائدة ولو نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة على اليوتيوب وكمان لو نزو صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته